اشتركوا في القناة وطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تعميما إداريا لمؤسسات التدريب الخاصة لاستئناف أنشطة التدريب لديها ابتداء من الثالث من سبتمبر 2020 وحتى إشعار آخر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وذلك للحفاظ على سلامة وصحة العالمين والمتواجدين في مواقع العمل وللحد من تفشي الفيروس وبموجب التعميم فإنه يتوجب على أصحاب المؤسسات التدريبية توفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العاملين والمتدربين باستخدامها في مقر المؤسسة التدريبية مع عدم السماح لأي فرد بدخول المؤسسة التدريبية قبل التأكد من استخدامه للكمامات مع المحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي وشدد التعميم على أهمية تعقيم جميع الأدوات المشتركة قبل الاستخدام مع تطهير وتعقيم المركز بصورة يومية وتم تحديد ضوابط للتدريب الافتراضي والتدريب على رأس العمل والامتحانات وذلك بتشجيع أصحاب المؤسسات التدريبية على مواصلة التدريب الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التدريب الصفي والافتراضي أفق ما يحدده نوع البرنامج بالإضافة إلى السماح بالتدريب الميداني لبرامج التدريب على رأس العمل مع الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن كما تم السماح لمؤسسات التدريب بعقد امتحانات البرامج الدولية بشكل فردي أو لعدد محدود من الممتحنين بحيث لا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص بما فيهم المراقب مع الالتزام بالاشتراطات التي حددها التعميم وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفتيش الدوري على جميع المؤسسات التدريبية وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التدريب وفي حال عدم التزام أي مؤسسة تدريبية سيتم مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع وفي هذا السياق أكد الوزير حميدان أن استئناف عملية التدريب يأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة إحياء قطاع التدريب لأهميته في مجال تدريب الباحثين عن عمل تمهيدا لإدماجهم في منشآة القطاع الخاص وأشارح ميدان إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحدي لمؤسسات التدريب الخاصة وعليها إبراز قدرتها على التسويق الفعال للتدريب وإيجاد الحلول المبتكرة لتنمية الموارد البشرية لضمان استمرارية دورها في عجلة تنمية البشرية ترجمة نانسي قنقر